السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح ناخذ موضوع جدا مشيق اللي هو الفنكشنز الفنكشنز راح يكون هو آخر موضوع بال البيسيكس للسكالا فإذا اكتبنا هنا هنا نسكالا فنكشنز الفنكشن بالسكالا لننسى هنا نسميه object حتى يقراها ناخذ المين بهذا الصيغة الفنكشنز بالسكالا عرفنا انه راح يتم تعريفه عن طريق كلمة ديف فإذا ديف دلالة على انه الجملة الجاية راح تكون فنكشن اول شغلة بعد الديف هو اسم الفنكشن مثلا اي اي نيم name of خلينا نقول فنكشن هذا اسم الفنكشن يعني الديف معناته هو فنكشن راح يكون هذا اسم الفنكشن طبعا الفنكشن راح يحتوي على قوسين دلالة على انه فنكشن هذا هو اللي يخليه ميزة عن الvariable الvariable ما راح يكون عندها قوسين هذا القوسين قد يكون فارغ وقد يشغل باراميتر تمام باراميترز البراميترز كل باراميتر انت تضيفه يعني مثلا ممكن يكون age ممكن يكون integer salary على سبيل مثال float name string dot هنا يكون شنو هو type ما لتا اللي هو data type اوكي بهذه الصيغة و نوعي من فنكشن عندك فنكشن يرجع لك قيمة وفنكشن ينفذ فقط اذا ينفذ فهي قوسين المجموعة وينزل حلو قوسين المجموعة وينزل راح ناخد انواع اما اذا تريد يرجع لك قيمة فهذا مكافي القوسين لازم تضع لدوت اخر وتكتب هنا نوع ال data اللي لازم يرجع لك يعني مثلا هنا انت واحط function sum x y اللي هما integer فاكيد القيمة اللي راح ترجع لك مفروض انه تكون integer على سبيل مثال اوكي فهاي الطريقة احنا دا نعرف بها functions خلونا نجرب ال function بسيط عادي اذا عملنا function راح نقول له مثلا def show info function بسيط جدا قوسين المجموعة وتفتح يعني قوسين دارية وتفتح القوس المجموعة هنا مثلا راح اقول له print line hello محمد عيسى مثلا تمام حتى هذا function اشغل لان الان اذا شغلت هذا ما راح يطبع لي اي شي انا اعرف لازم اي شي انا اكتب خارج المين لازم انادي عليه لان هو اول شغل راح يعمل لالسكال يدور على file يبدأ بي object و function في داخل ها اللي هو المين فحتى خلي هذا شغل اخذ بس اسم function ويلقى same malta just like that بس و اجي اقول run فبالحالة راح يجي على folder اللي موجود بها object وين هو function main ويباوع في داخل شكو راح يلاحظ في داخل ها موجود function هذا فرح يبدي ينادي على هذا function حتى يطبع لك شنو بالنهاية محمد عيسى جميل طيب هاي بالنسبة للfunction التنفيذية يعني هذا النوع من function load car no java راح نسميها void اللي هي بس تنفذ ما ترجع اي شي اما اذا ردنا function يرجع قيم فنقدر ناخذ من هذا copy على سبيل مثال نكتب show result result حلو بداخلها ما راح ينفذ لا بداخلها راح تقوم بعملية معينة على سبيل مثال يعني تقول var x يساوي 10 and var y يساوي 12 وتقول مثلا رجع لي x plus y بها الشكل يعني هنا متغير عندك ونها تجمع هم فيجي يقراها ويقرى هذا ويرجع لك عملية تجمع مالتهم حلو بهذه الصيغة راح تكون تمام هنا انا اش راح ان اسوي راح انادي على function حال حال اي function اعتيادي بس هذا function راح يرجع لي قيمة فهن لازم اكتب شنو يساوي اوكي طبعا انت اذا كتبت يساوي وما حددت النوع data فهو راح يستخدم لك data نوع integer and unsigned integer فهنا انا ما ذكرت اي قيمة طبعا هذا ما مذكور هذا ما مكتوب هذا ال unit هذا ال IDE ضيف انا بس مجرد كتبت يساوي يعني قوسين هذه مات ال function وراء رأس يساوي هذه معناته راح يرجع لك قيمة ما راح يطبع اي شي فاذا جبت هذا function وذكر تحت نانا تحت show على سبيل المثال و قتلة run مثلا لاحظ لاحظ عزيز المشاهد ما راح يطبع اي شي ليش لان هذا بس رجع لي قيمة هذا النوع من ال function انا استفاد من عند مثلا اريد انفذ عملية حسابية وراها النتيجة ما لت اروح اجمعها ويا عملية اخرى فما احتاج اطبعها حتى اقدر اظهر القيمة اللي اذا تظهر هنا x y فيحتاج الى print execution فانا اقول print show result فهالشكل راح يطبع نتيجة x y اللي هي تساوي 22 لاحظ ظهر لي 22 اذا هذا يفيد ني جدا انه استخدم يعني هنا اقدر اقول show result plus one مثلا عند هنا لاحظ اش قلي قلي انه هاي القيمة اللي راح تظهر لك هنا found it in it وهن انت show result string راح يتحول so اذا جينا هنا قلنا على مثلا var some result يساوي ok sorry يساوي and show result plus one اضعها في داخل ها and this one اعملا for example in it ok هنا رجع لي شنو mismatching required شنو string لان لان القيمة هنا for example اذا قلنا على dot init يعني شنو هنا دان قلنا رجع لي القيمة ك integer رجع اذا جينا هنا قلنا ل for example run خاني شوف النتيجة اوكي هنا اه لانا احنا ما دا نطبعي شي ها 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 خاني جينا انقل راني جديد لاحظ نطبعي 23 هنا لما شنط محدد نوع data كان يعطيني مشكلة اوكي في البداية بس منحددت نوع integer اوكي فشوف هسا اوتوما اتكي اخذ من الكاش هنا مثلا اذا ما حددت فهو يتعامل وياك string النتيجة لترجع فلذلك تقدر تحدد هنا نوع data التي يرجع لك يعني القيمة x y 22 من ديرجع اذا ما حدد نوع data فهو رح يرجع string فلهذا هنا كان يعترض يظهر باللون الاحمر خلينا نجرب هنا اذا قلنا هذا cut and paste here شوف لاحظ ما يقبل it يظهر لك فهنان يقبل ها ليش هذا اصلا قيمة integer حتى هذا اقدر شيء للنوع data type ما تليش لنحن قلنا انه scala الجميل بيقدر هو يحدد نوع data في حات اذا انت ما ذكرت فهذا هو انتجر الرقم صحيح هذا مو variable وهذا يرجع لك انتجر فبالتالي 22 زاد 1 رجع لك 23 في عندك نوع اخر من الفنكشن اللي هو يتقبل قيم parameter يعني مثلا اخذ هذا الفنكشن copy واجي اعمل paste بدل ما اذكر ال x وال y هنا اقدر ال x وال y اذكر في داخل القوسين في داخل القوسين مثل خلي نقول show result كقيم يعني هنا انا مو وضعت لقيم فاقدر اقول هنا مثلا بدل x اقول 12 بدل y اقول مثلا 10 كقيمة انا انطيت ليا او او اقدر يعني بدل القيم اضع اللي هو variable واللي يكون هو الافضل بس variable هذا لازم احدد نوع data مال مثل ما قلنا الفنكشن من تعرفها الparameter تذكر نوع data اللي تستخدم فالx و رح يكون init وال y هم رح يكون init والقيمة اللي ترجع ليها ايضا init اوكي عند ممكن اشيل هذا الشي وهنا مجرد اقول شنو اقول رجع للقيام فحتى استخدم هنا وحتى ليصر عندنا ازعاجات هذه ممكن اعملها بكل هكومنت هنا شوف حتى تستخدم هال function تجيب بس الاسم مالتا والقوسين بس هنا رح تجي تضع الارجومنت اللي انت تريد مثلا 3 و 1 فالثلاثة بالترتيب يعتبر x والواحد بالترتيب يعتبر y وهنا يقول x z y فالنتيجة مالتا المفروض تكون 4 فاقدر هذا اقول x and print line لانه اني ما عندي return print فاقدر قول اهنا run and انطيني error لا تمام طمام لاني بوعتي هنا ما كو يساوي واناني ذكرت اليساوي هذا اليساوي كلش مهم ذات الى تتراجع قيمة so بهال شكل قدرت ايضا استخدم باراميترات يعني ليش هاي القيم ثابتة لان انت كل ما تنادي على هال function هو ما عند غير 10 و 12 ال parameter لا انت تقدر تلعب بال قيم يعني مرة تخلي 3 مرة 4 7 8 انت حر فهال شكل رح يكون اجمل plus انت عندك نوع اخر من function تقدر تضع على default يعني مثلا خلي هذا هذا كان show result 2 حتى لا يتخربط ويا اسم ال ال الاخر تمام show result 2 and هنا مثلا سوي show result 3 function اسم show result 3 تقدر تضع القيم default يعني شلون مثلا هنا قلت انه x هو init تقدر تقول يساوي 1 في حالة اذا ما انطل قيمة المستخدم وهنا يساوي 2 في حالة اذا ما انطل القيمة المستخدم يعني شوف هنا اذا قلنا result 3 عادي شغال 3 زاد 1 تمام فراح يكون النتيجة مالتك اللي تظهر شكت 4 اللي رح يفعل هذا ال function 4 بس خلي يبدأ تمام 4 خلينا نجرب اذا داخل ال function ما وضعنا قيم شوف لاحظ ما انطل error ليش ما انطل error لانه عند قيم default يعني هنا كنا ما شنقول رح يطلع لي 3 مفروض تلاحظ ظهر لي 3 هنا رح يشوف اذا user المستخدم ما خل لقيم فبالتالي رح يعتمد على قيم default اللي انت اصلا منطل اياه هذا يفيد جدا في حات اذا يظهر error معين على سبيل مثال user ما وضع قيم فممكن انه هو يعمل ها default او في database مثلا بالregister لما اعمل register على الموقع مالتك فبال موقع مالتك انت وضع شغلات optional اختيارية يعني مثلا رقم الهاتف اختياري تضعها ما تضعها انت حر فاقدر اضع default مثلا phone number default مالتك zero في حات اذا ما حط ها يعني مرات بالdatabase احنا نقفل الكلوم انه لازم تخلي بها قيم ما تضعها null فممكن تفيدك هاي الحال كثير في يعني خلي نقول في موضوع with security في عندك ايضا نوع اخر من الفنكشن اللي احنا نسميها بال named function named function شون قصدنا بها انه انت تنطي لل function مالتك على سبيل مثال اسم تمام يعني مثلا هسا هنا احنا البرامتر موضع نقيم بس نقدر انه مثلا انه احنا نضع قيم 3 و 4 زين ف رح ينطي لي نتيج بالنهاية لانها print line واحد رح ينطي لي 3 ولا 3 4 هي 7 خلي هذا شوف ايا حتى شوف هذا default 3 and 7 فعل function ين and name شن هو ممكن احدد اسم البرامتر لما ينادون على function يعني انه حتى يعرف الاسم مالتا شون يعني الان هذا x وهذا y حلو اقدر شقول مثلا لما اعمل print اقول انه a وين assign x يساوي 3 وال y يساوي 4 مثلا بها الطريقة ايضا اقدر اعمل هذا شي سمو named parameter انه البرامتر يحمل اسم اللي هو x y شوف ايضا ظهر لي 7 ممكن ايضا اعكس على سبيه مثال انا 3 اريد لل y وال 4 اريد لل x مثلا اوكي اللي هو ايضا راح ينتهي النتيجة 7 طبعا بعملية الطرح راح يختلف لان 3 ناقص 4 بالسالب 4 ناقص 3 بالموجب فان ايضا نطال 7 فهاي الحالة احنا نسميها بالنيمت هاي الحالة نسميها بالdefault parameter اوكي لهنا يكون الدرس خلاص نلتقيكم انشاء بالدرس القادم مع السلامة